يعني أبدأ من بيجينغ مع سيد والدكتور إينار دكتور إينار قوانين صينية أثارت جدلا كبيرا في الأونة الأخيرة يعني بدءا من قانون مكافحة التجسس منذ حوالي عام تقريبا في يوليو العام المنصرم والآن قانون جديد متعلق بمكافحة التعدي على ممتلكات الغير وفي نفس الوقت منذ أيام قليلة كان هناك لقاء بين وزيري الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية والصين وكان هناك طموحات وأمال متعلقة بهذا اللقاء الذي قد يفدي لتهدئة التصعيد فيما بين الدولتين يعني في هذا الوقت تقرر الولايات المتحدة الأمريكية نشر أصول خفر السواحل لها في هذه المنطقة كيف تقرأ هذا القرار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وهل هو يعصف بهذا اللقاء الأخير يعصف كل الطموحات لتهدئة الأوضاع فيما بين الدولتين في بكين نرى هذا الأمر كتداعيات وتصعيد للأمور وتصعيد للتوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تتسبب في مزيد من الفوضى في منطقة بحر الصين الجنوبي مدعومة بالرئيس الفلبيني الآن لن يكون هناك أمال للتهدئة بسبب هذه التحركات والتداعيات لابد من عقد المزيد من المحادثات كما حدث في عدة أيام مضت ولكن لسؤال حظ دمرت هذه المحادثات وهذه الطموحات بسبب هذا الاحتمال من التصعيد